وكان داود لما سمع بقصد عمه الملك الكامل له أرسل إلى عمه الملك الأشرف صاحب البلاد الجزرية يستنجده ويطلب منه المساعدة على دفع عمه عنه فسار الأشرف إلى دمشق الأشرف صاحب البلاد الجزرية سار إلى دمشق وتردد الرسل بينه وبين أخيه الملك الكامل في الصلح فاصطلح واتفق لاحظ ابن الأخ أرسل إلى الأشرف يستنجد به لكي يخلصه من عمه الآخر وهو الملك الكامل فأتى الأشرف وتصالح مع الكامل لنرى أين ستصل هذه النتيجة لا ننسى المكر الخداع التآمر الخيانة بأبشع صورها عندهم فسار الأشرف إلى دمشق وتردد الرسل بينه وبينه وبين أخيه الملك الكامل فسار الأشرف إلى دمشق وتردد الرسل بينه وبين أخيه الملك الكامل في الصلح فاصطلح واتفق وسار الملك الأشرف إلى الملك الكامل واجتمع به لا ننسى ما هي ميزة هذه الدولة ميزة هذه الدولة المكر الخداع التآمر اللا أخلاق البشاعة عدم الرادع لا الرادع الديني ولا الرادع الأخلاقي ولا الرادع المجتمعي ولا الرادع القومي ولا الرادع القبلي ولا الرادع الأسري سنرى ماذا سيفعل هذا بهذا وذاك بهذا يقول فلما اجتمع ترددت الرسل بينهما وبين الأمبرور ملك الفرنج دفعات كثيرة فاستقرت القاعدة على أن يسلموا إليه البيت المقدس هذه ليست بدعة عند أبن تيمية هذا هو النصر للإسلام والمسلمين يشن الحملة والحملات والحملات على المسلمين من الصوفية من الشيعة من الأشعرية من الجهمية وأما مع أمة المارقة الذين يسلمون المقدسات الذين يتصارعون فيما بينهم الذين يقتلون المسلمين ويسلبون وينهبون والذين يتصالحون مع الفرنج ويقاتلون المسلمين والذين ينصبون موائد الخمور ومجالس الطرب والغناء والرقص والفاحش والرذيلة هؤلاء عنده أنصار الدين وحمات الدين وعماد الدين وقادة المسلمين ومقوية الدين هؤلاء أمة التيمية لا بدعة عندهم يأتون بالأعياد الشركية الصليبية الفرنجية المسيحية اليهودية الحرانية الصابئية الهندية المجوسية الهندوسية ليست بمشكلة ليست ببدعة عند ابن تيمية لا يتحدث عنها يقول فلما اجتمعات رددت الرسل بينهما وبين الأمبرور ملك الفرنج دفعات كثيرة فاستقرت القاعدة على أن يسلموا إليه البيت المقدس ومعه مواضع يسيرة من بلاده ويكون باقي البلاد مثل الخليل ونابلوس والغور وملطية وغير ذلك بيد المسلمين أذلكم الله وأذل كل من يدافع عنكم من المنهج التيمي وأمة المنهج التيمي ومن يغطي على جرائمكم هذه هي دولة التقديس هذه هي الدولة المقدسة التي يصفها بهذا الوصف أمة الداعشة والمارقة الفكرية والقلبية والأخلاقية وهنا يحاول ابن الأثير التخفيف من الفضيحة من الخزي والعار فماذا يقول يقول ولا يسلم إلى الفرنج إلا البيت المقدس والمواضع التي استقرت معه هذا هو فقط انتهى الأمر كأنهم لم يفعلوا شيئا هل ابن العلقمي هنا؟ هل المجوس؟ هل الفرس؟ هل الصفويون؟ هل الشيعة؟ هل الرافضة؟ هل الفاطميون؟ هل الإسماعيلية هنا؟ هل الحشاشة هنا؟